مؤشرات جديدة للتصعيد بين الصين وتايوان أبرزها عمل الولايات المتحدة على زيادة عدد قواتها المنتشرة في تايوان بشكل ملحوظ ومضاعف بهدف تعزيز برنامج تدريب الجيش التايواني إذ تخطط واشنطن لنشر ما بين 100 و 200 جندي في هذه الجزيرة في الأشهر المقبلة في أكبر زيادة للقوة الأمريكية في الجزيرة منذ 30 عاما في المقابل تتزايد وطيرة التهديد من الصين التي أجرت تدريبات وبنوارات حربية قبالة الجزيرة في الفترة الأخيرة وسط إصرار على إعادة ضمها هل التصعيد بين الطرفين اقترب؟ وهل التدريبات الأمريكية لجيش تايوان تصعب أي هجوم صيني محتمل؟ أسئلة نطرحها الليلة على ضيفنا من بكين الكاتب الصحفي نادر روغوان أستاذ نادر أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار تتدهور العلاقات أكثر فأكثر بين الصين وتايوان وكثيرة هي المؤشرات مؤخرة التي تدل على إمكانية التصعيد هل سيناريو الحرب أستاذ نادر أو الصراع العسكري بات قريبا؟ أهلا ومحبا بكم أهلا وسهلا في هذه المسألة أريد أن أؤكد مجددا أن تايوان هي جزء لا تجازء من الأراضي الصينية وهناك يعتراف دولي بمبدأ الصين الواحد وهناك سيادة الصين على الجزيرة تايوان ولذلك هذه مسألة تايوان هي من الشؤون الداخلية للصين ويجب على كل دول احترام ذلك احترام سيادة الدول الأخرى أما بنسبة إلى الحرب فبرسني رئيسي تريد أن تعتبر التوحيد السلمي هو الخير لكن تحريك هذه الجبهة أستاذ نادر في هذا التوقيت بالذات يقول البعض أنه فيه الكثير من المؤشرات هل يمكن للصين أن تستخدم هذه الورقة ورقة تايوان للضغط على واشنطن في هذه المرحلة؟ مسألة تايوان ليس الورقة للصين بل هي الورقة الضغط من قبل الولايات المتحدة دائما تستخدمها لكوورقة الضغط على الصين ولكن هذه المحاولات لن تنجح لذلك ولا يمكن للولايات المتحدة أن تقول أن تحترم سيادة أوكرانيا ولا تحترم وفي نفس الوقت تقوم بأعمال انتهاك لسيادة الصين فهذه معايير مزدوجة غير مقبولة لذلك الصين ستدافع عن سياداتها وكذلك عن وحدة أراضيها وأي محاولة فصل تايوان عن الصين ستفشل في النهاية ولن تسمح الصين بذلك إذا ما تبعنا التقارير الكثيرة التي تتحدث عن تزامن تحريك هذه الجبهة مع الأزمة الأوكرانية هناك ما يقول أستاذ ناذر أن الصين ستربط لربما تحركها في هذه المنطقة أو في هذه الجبهة بتطورات الأزمة الأوكرانية هل تدفع واشنطن برأيكم أوكرانيا للتخلي لربما عن الأقليم الأربعة المتنازع عليها مقابل عدم إشعال هذه الجبهة أعتقد أننا لا يمكن أن نكون بتشبيه الأزمة في أوكرانيا مع المسألة في تايوان فإذا كان هناك أي يعني هنا الذي يريد التواطر للحرب ليس من بار روسين الرئيسي بل من الانفصاليين في تايوان وكذلك الولايات المتحدة فمثلا زيادة وجود الجنود الأمريكيين في تايوان وكذلك البيع الأسلحة لتايوان هل حقيقة تستفز واشنطن بكين برأيكم أستاذ ناذر من خلال هذه الخطوة طبعا يعني هناك استفزاز نعتبرها استفزازات الأمريكية للصين يعني لأنه انتهاكا يعني واضحا لسيادة الصين لكن إن كان استفزاز يجب على الصين أن ترد أليس كذلك أستاذ نادر كيف يمكن أن نتوقع أن يأتي الرد الصيني على ما تعتبرونه استفزازا أمريكيا في هذه المرحلة طبعا يعني هناك منورات وكذلك الصين يعني تتحل بأقصى درجة من الصبر وذلك من أجل الحفاظ على السلام واستقرار في هذه المنطقة يعني ولكن إذا كان هناك أي محاولة يعني تجاوز خط الأحمر للصين فالصين ستستخدم كل الوسائل لدفاع والصين يتزامن كل ذلك مع تصريحات طبيعة الحل الجانب التايواني بأن تايوان أيضا ستكون مستعدة لهذه الحرب شكرا جزيلا لضيفي نادر رونغوان الكاتب الصحفي من بكين شكرا جزيلا لضيفي نادر رونغوان شكرا جزيلا لضيفي نادر رونغوان